جاء في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي هذه القصة كان مالك بن دينار يمر بأحد شوارع مدينة البصرة ومرت به جارية جميلة ومعها موكب عظيم فنادى عليها وقال لها يا جارية هل يبيعك مولاك؟ فنظرت الجارية لملابسه البالية ثم ضحكت وقالت له ولمن يبيعني هل تملك ثمني لو باعني؟ ثم رحل الموكب ورحل معهم مالك وحين وصل الموكب قصر الأمير ذهبت الجارية إليه تحكي له ما حدث وهي تضحك فسألها الأمير عن ذلك الذي أراد أن يشتريها فأخبرته أنه بالباب فقال الأمير لرجاله أدخلوه دخل مالك بن دينار على الأمير فوجده يجلس في غرفة على متكأ مريح فقال الأمير لمالك بن دينار أدخل أيها الشيخ قال مالك بن دينار لا والله حتى تخلي مجلسك من هذا المتكأ لأنه يكاد يفتنني في دنياي فاستجاب الأمير لطلب مالك بن دينار وكان لا يعرفه ثم جلس على الأرض وبجانبه الجارية وبعدما دخل مالك قال الأمير له لو أردت أن أبيع الجارية لك فبكم تشتريها قال مالك بن دينار بتمرة واحدة تعجب الأمير من قول مالك وقال له إن ثمن هذه الجارية الآلاف من الدراهم ألا ترى محاسنها قال مالك بل أعرف عيوبها جيدا إن لم تتعطر تغيرت رائحتها وإن لم تمشت شعرها تكاثرت عليها الحشرات وإن عمرت وعاشت كثيرا هرمت وذهب جمالها أما أنا فأعرف جارية لا تحب غيرك ولو ظهر معصمها بالنهار لأظلمت الشمس ولو ظهر بالليل لأضاء الكون فقال الأمير وأين من وصفت وما ثمنها قال مالك بن دينار يا حورية من الحور العين ثمنها ركعتان في جوف الليل وإذا وضعت طعامك أمامك تذكرت من لا طعام لهم فآثرتهم على نفسك وأطعمتهم وأن تحرك لسانك بذكر الله وتراقبه في كل كلمة وعمل بعد أن سمع الأمير كلامه بكى وارتعش ثم ناد على الجارية وقال لها أنت حرة لوجه الله ولك من الحدائق ما شئت صدقة عليك ثم ناد على الخدم وأعتقهم لوجه الله وقال لهم لكم من المال والأنعام والحدائق ما تريدون صدقة عليكم وأما هذا البيت فصدقة للمسلمين ثم تناول إحدى الستائر المعلقة في البيت وخلع ملابسه الحريرية اللينة ولف الستارة حول نفسه وعندما رأت الجارية ما كان من الأمير قالت والله لقد تصدقت بكل ما تصدقت علي ثم خلعت الحرير ولبست الصوف وخرجت معه تعبد الله ويتقرب إليه إلى أن توفاهما الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر